خمس سنوات استغرقها اقرار قانون قيصر وعرقيل عدة واجهته خلال هذه الفترة الى ان صدق عليه الكونغرس الاسبوع الماضي اولى هذه العقبات وضعها الرئيس السابق باراك اوباما بحسب ما صرح به عضو المجلس السوري الامريكي فاروق بلال في حديث مع صحيفة الشرق الاوسط بلال اوضح ان اوباما طلب من رئيسة مجلس النواب انا ذاك نانسي بيلوسي سحب قانون قيصر قبل التصويت عليه بيوم واحد خوفا من ان يؤثر اقرار القانون على فرص الاتفاق النووي الذي كان اوباما يحتفي بانجازه قبل نهاية عهده حيث عرض القانون في بداية عام 2016 بصيغة واهداف انسانية لحماية المدنيين والمعتقلين الا ان الامر تغير كثيرا مع اوباما بعد اضافة نصوص معاقبة الدول وشموله للقطاعين النفطي والعسكري خاصة ان ايران الموقعة على الاتفاق هي من اكبر الداعمين لنظام الاسد وقد تشملها عقوبات قانون قيصر وبعد سحب القانون كررت المنظمات الاهلية الداعمة للملف محاولاتها لواجه القانون عراقيلة جديدة حيث منع تمريره ثلاث سنوات السناتر الجمهوري عن ولاية كينتاكي راند بول المعروف بعلاقته مع روسيا ودعمه لرئيس النظام السوري ضشار الاسد وفي العام الماضي جرت محاولة ضم قانون قيصر الى مشروع الموازنة لكنه اصطدم بازمات ترامب مع مجلس النواب بعد السيطرة الديموقراطيين عليه ما ادى الى اطول اغلاق للحكومة الامريكية في تاريخها على سرحان العربية